عزيزي المتابع هل تريد لعبك يتغير هل تحس انه انت بعدك ما احترفت اللعبة طبعا المو الخلل مو بيك لا نهائيا الخلل هو بالإعدادات لذلك السلام عليكم شوكم اخوان طبعا انا بعد ما اكتسبت الحكمة مثل غوست لذلك اخوان اليوم انا رح اعطيكم افضل اعدادات فشباب صلوا على الحبيب ودائما اخوان لا تخلونا العب او الفيديوهات ترهيكم عن صلاتكم او ضيع لكم وقتكم لانها مجرد وسائل ترفيهية وليست شغلات اساسية في الحياة وبس خلونا نبلش هذا المقطع جيبت شايك حضر نفسك وخلونا نبده والان اخوان خلونا نلتفت على الاعدادات اول شي اخوان اليوم تروح هنا على هذا الترس وبعدين راح نضغط على الصوت بعد ما روح على الصوت اول شي خليلي صوت الموسيقى اثنان لا خلي صفر لان راح يضوجك بعدين عندك موسيقى الساحق كذلك طفوية الشغلة اللي اريدك تفعلها حسب المكان اللي تدع تلعب بي اللي هي المحادثة الصوتية اذا اخوان كانت عندك اذا كانت عندك المحادثة الصوتية مهمة يعني مثلا انت تلعب ويا صديقك وتفتح المايك فهي خليها على مفاعلة اما اذا كان صديقك مو يعني ما يفتح المايك وهذا فاحسن لك انك تطفوية ليش لانه هذا راح يقلل من حماوة الجهاز فهاي اول شي بالنسبة لعدادات الصوت الثاني شي واللي هي الرسومات فاخوان انت حسب اللي تريده تريد فريمات لو تريد الجودة فاني بالنسبة اللي هي اهم شي الجودة فشن للعدادات ماتي العدادات ماتي هي الحد الادنى زائد معدل الاطارة طبعا اخوانك ونازق اللولي بالتعليقات حسان خليها على البطارية واخوان جربتها على وضع البطارية لكن كل فايدة ماكو فرجعتها على معدل الاطار وصارت اللعبة افضل ممكن يمك ما تكون هي شي انه بتروح على السماح ببث الوصول راح تخليها على نهام طبعا انا الفيديو هذا مسوي قبل لكن راح اعيده مرة ثانية كذلك اخوان عندك اعلى معدل اطارات طبعا اخوان هنا انت اذا كان جهازك قوي 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 راح تخليها على معدل الاطار اللعنهائي ورح ينطيك معدل اطارات اكثر حتى من الستين فرايم لكن بالنسبة الجهاز اللي هو يعتبر جهاز اقتصادي ما يقدر اصلا يشغل هاي الشغلة او ما يقدر يشغل هاي الفرايمات الهواية فاني عادي اخليه على ستين او حتى لواء الى خمسة واربعين مرة حيضر اللي بعده اخوان اللي هي طبعا اللغة اللغة اخوان حسب انت اذا تقدر تغير اللغة الانجليزية راح يكون افضل طبعا اخوان انا ما اقدر انزل اللغة الانجليزية لان اكو قليتش باللعبة ما يخليني فاذا كانت اللغة الانجليزية عندك موجودة فحاول تخلي اللعبة على اللغة الانجليزية لانها افضل ومحرك التطوير مالتها يعني بسلاس اكثر وكذلك راح يزيد فرايماتك فان شاء الله لمن يصدر تحديث راح يكون يوم كلاثة راح يحل كل المشاكل وطبعا هذا بعد ما الشركة اكلت لها احلى بوري من اللاعبين بسبب تقييماتهم اللي زبالة على اللعبة فاخوان يعني انتظروا يوم الثالث من الشهر الرابع ان شاء الله راح يكون يوم اسطوري فاخوان اريد من لعدكم انكم تغيرون اللغة على العربية حاليا يعني بس على موضة سوين الاعدادات ويايا ثم راح نروح على مجموعة ازرار التحكم اخوان احنا هنا لعدكم زناد السلاح اريدك حسب انت اوكي حسبه يعني حسب ماتك اللعب فاذا انت تريد الاطلاق اليدوي يعني انت تدوس وتطلق فراح تخليه على الاطلاق اليدوي اما اذا تريد اطلاق آلي يعني هو راح يضرب من يمه واذا تريده مخصص عادي بس اهم شغلة اذا تريد اعدادات المحترفين شقاقين اطلاق ايه يزم تريد التهيت شترزم اللعب اتشو بقى نفسين لازم تخليه على الاطلاق اليدوي عندك الاليات تخليه على مخصص ما راح يضرك بعدين اخوان هنا عندك اللي هو مجموعات التحكم مجموعة التحكم عندك هنا لاطلاق اليدوي اطلاق ناري عندك محترف عندك هنا حتى اخوان يعني اذا تشوفون هاي مثلا عندك هاي المكاتبين عليها محترف حتى يعني حط لك اعدادات فاذا انت تريد يعني ما تدوه اخلاسك عادي تقدر تاخذ واحدة من ذني انا بالنسبة الي مخلي واحدة فاللي هي هاي ماتة الطبيعية فراح اضغط على خصص شاشة العرض بعد ما اضغط على خصص شاشة العرض طبعا انت راح تقول اخوة يا يا بلك هاي شنو لك الجاي يصير طينا مجال واحدة واحدة وراح انفهمك اول شغل اريدك تخصصها بالاعدادات اللي هي الجويستيك والضرب وكذلك الزحلقة اللي هي السلايد وعندك كذلك الازرار مثل عندك القفز وعندك هاي زر البارماني او الدولفين دايف بالوارزون وكذلك زر التقنيص اخليكم يا هيت شوي واضح فاخوة هاي اهم شغلات لازم انت تخليها بعد ما تخلي ذني اللي هسه اشرت لك عليهم بعدها اي شي راح يكون ما لداعي اي شي ما الى اي داعي مثلا عندك هناله هذا الزر الماله ما لأي معنى فاش راح ينسوا راح اضغط على اخفاء الزر فرح خليه شي ما راح يضرني كذلك عندكم اخوان اكو ازار ما بيها معنى مثل عندكم هذا الزر ما صعود السلم فرح اضغط عليه اخفاء الزر ونزول من السلم راح سأولي اخفاء الزر وكذلك اخوان عندكم اه يعني اكو ازرار هواية مالها داعي وكذلك هي تاخذ من مالتك الشاشة وتخلي اللعب مالتك يعني مو كلش فعندك يعني عندكم هواية شغلات تقدر تخفيها اذا انت مو حاب تظهر مثل عندكم هواية الزر ما رده يظهر وكذلك عندنا اه شنو بعد ها هي بعد مو كش اوكي اخوان داخل كل اعداد او داخل كل وحدة من ذني او داخل كل زر من هاي الازرار جاي اضغط عليها اكو اعداد خاص اللي هو اذا ضغطنا مثلا على الزر مالتبديل السلاح راح اضغط على النسخ المختلفة فطبعا اهنا عندكم اخوان اللي هو الكلاسيك الكلاسيك يعني شنو يعني سلاحن عندكم الاختزالي يعني بس السلاح واحد ومن تضغط عليها يتبدل للسلاح الثاني عندك ايماءات متعددة وهاي ما انصح بي اهائيا جدا جدا تعبانا فاذا تريد بالنسبة لي انا بالنسبة لي اخلي نمط تغيير تغيير نمط الاطلاق اسوي ايماءة وكذلك اعدكم عرض الذخيرة خليته مدمش تقدر تخليه منفصل ما راح يضر راح يخليك بس الارقام فوق كذلك اعدكم هذا اللي هو التغيير الامائة اه بصراحة يعني اذا تريد اه نمط الاطلاق اللي هو يعني سنجل لو ضرب فعادي تخلي على تغيير نمط الاطلاق وعرض الذخيرة في الورزون احنا نضغط على تطبيق اعدكم اخوان كذلك اللي هي هاي الرمي الجرانيد الجرانيد والشغلة اللي يبهى مثلا انت تلعب جرانيد وفلاش او هيت شي فراح نضغط على النسخ المختلفة فعندكم اخوان اللي هي هاي يقول لك تجهز اولا ثم ارمي قطعة المعدات يعني نتزمها بعدين ترميها هاي انا مختارها وعندك الالقاء المباشر بس مجرد تضغط عليها راح ترمي انا بالنسبة لي متعود على افتراضي فاذا انت متعود كذلك لا تغيرها لا تجرب تغيرها قطعتكم اخوان اللي هو هذا الزر هذا الزر اخوان يخلي اللاعب يعني يسوي بيك تعرفوني بيك بالبوبجو موبايل هذا الزر هو نفسه فاذا تريد تخليه وما تخليه براحتك كذلك أعطكم اخوان اللي هو هذا الزر اللي يخليك تضرب اللاعب بالعكس ما اللي هو ايش بالكوع مثل ما سمعه بالكوع مال اللاعب تضربه على مود اي دامرا ويكتله كذلك اخوان عدنا اللي هو هذا اللي يسمى الزر اللي يسمى اعادة الرمي هذا الزر اخوان اذا واحد شمر علي قنبلة تقدر تشيل القنبلة وتشمر عليها هاي الف مرة سويت بيها لقطات اللي بشقها باللاعبين فعدكم اخوان حسا هذا الزر احنا نخليعنا صفحة والروح اخوان على هذا الزر اللي هو زر التفنش هذا لما انت الزر واحد من اللي وراء تسوي لك تطفق بوحده كذلك اعطكم اخوان اللي هو التقاط العتاد انا رح اغير مكانه رح خلي هنا وكبره هذا يخليني اللي هو ازم السلاح ازم السلاح اللي انا حاطه وين حاطه باللوداوت وين حاطه حاطه باللوداوت اللي هو الطرد او المكان اللي انا حاط بالاسلحة فاخوان بهاي الطريقة انا كنت خلصت شرح اللي هو البتر روياو فراح اروح مثلا على المباراة جماعية فاخوان انا بالنسبة الي المباراة جماعية مخلي بيها نفس الاعدادات ماكو ايشي مغير بيها ما مغير ايشي نهائيا كل نفس الشي من عدد هايا يمكن اوكشي بعد بله والله مافي ايشي كل اشي زي ما هو ماكو هالتغيير الكبير بس مجرد عدكم اخوان اللي هو هذا الزر اللي هنا خلسوا لاخفاء الزر او هادي ماكو مشكلة وعدكم هايا اللي هي مالكل ستريكس فراح اضغط على تم او نعم بعدين راح اضغط على خصص شاتق مرة ثانية كذلك راح اروح على مظلة فالمظلة احنا نعدكم اخوان اللي هو هذا اللي ينزل اللي ينزل الخلينة ينزل وكذلك اعدكم هذا الزر اخوان اللي هو مال مظلة هذا لما نتنزل وكذلك هاي العين اللي لما نتحرك تقوم الشاشة تلتف وان شاء الله اطلعكم صور بالمونتاج عليها بل انا هضغط على علامة التم او على زر التم بعد ما خلصنا من هاي الاعدادات اخوان راح نروح على اللعب فاول شي اخوان هاي الاعدادات اريدك تنسخها كما هي لان انا مجربه واي اعدادات ويعني شغلات صارت بالسلايد وما ادرشين هو فاعنا كلها صلحتها باذن الله فاول شي عندكم الاليات خليها على مخصص وكذلك التقاط الاسلحة التلقائية خليها مفعل عندك التقاط المسدس في بداية تلقائيا خليه مفعل تجهيز آليات السلاح خليه مفعل عندك الخانات الابتدائية هاي يعني شوف شنون يقلك اول ما تزم الاسلاح شنو اول اسلاح تريد تزمه شنو اول اسلاح ما تريد تزمه وهي شي فاني بصراحة ما مهتم منها ولم خصصها ننزل لي جوه اللي هو الالتفاف للمساعدة بالضرر خليه مفعل التقاط الغنام التلقائي خليه مفعل عندك التسلق التلقائي اريدك التفوي الاموت لان رح تموت هوايا بسبب هاي الشغلة كذلك اخوان روح على المظلة المظلة اريدك تخليها على تلقائي رقم اثنين او يدوي اليدوي يعني شنو يعني اخوان لما تخلي تلقائي رقم اثنين اللي هو هذا البي النص هذا يفتح لك المظلة مرة وحدة اما عندك التلقائي كلش هذا التلقائي اخوان هذا جدا تعبالوا والله العظيم ورب الكعبة يا اخوان راح تموتون موتات جدا شنيعة بسوا هذا الشي وانا اول ما لعمت اللعبة شتا موتات هوايا ليش لان يفتح المظلة بوقت انا ما ريدا يفتح المظلة اريدا ينزلي شوية بعدين افتح المظلة فاموت بسوا هذا الشي اخوان خلوه على اما على يدوي او تخلوه على تلقائي رقم اثنين اللي هو البنص عندك ازراء صعود السلم خليه طافي انحنا تلقائي خليه طافي المساعدة بالانعطاف عند الزوايا خليه طافي كانتانا فعله بعدين طفيته سوا لي موتات جدا سخيفة تجهيز الدرع بشكل تلقائي نهائيا اللي تفعله غير مفعل السلوك العصر الافتراضية خليه تجاري دوما عندك ضغط زر تجاري من اجل الوقوف خليه اللي هو مفعل عندك نمط تدوير الكاميرا خليه متسارع يسمح التصويب عبر المنظر بالتدوير خليه غير مفعل زر الاطلاق يسمح بالتدوير خليه غير مفعل داني رح يدمر لعبك فعليا فك تثبيت يسمح زر اعادة الرامي بالتدوير خليه مفعل عندك فك تثبيت السلاح عند الحركة خليه مفعل عندك الخروج من تأخر التثبيت السلاح خليها مش علاقة صير جدا جدا مهم عندك زناد السلاح خليه اطلاق اليدوي عندك الاطلاق الالي على الاهداف خليه غير مفعل عندك تطبيق تحديد مدى الاطلاق التلقائي غير مفعل عندك سلوك اطلاق الطلقة الواحدة خليه عند النقر لاني هذا يعني كان مدمر لعبي فعليا عندك تصويب المنظار عند الاطلاق خليه غير مفعل انقر على زر التصويب عبر المنظار اللي الضغط على الزنات خليه غير مفعل عندك نمط التصويب خليه تبديل عندك سلوك التركيز خليه على تلقائي هذا فعليا ما لدعمس مجرد انه لما تقوس بالسنايبر مثل ما يقولون من تسوي تقنيص بالسنايبر هذا رح يخليك يعني يسحب نفس بحيث يوقف اللاعب هيتشي ويضرب الطلقة بشكل تلقائي يخليك يعني يوقف السلاح او يخلي المنظار مع السلاح يتوقف بس بشكل تلقائي اذا نمخليها على تلقائي عند قتال يدوي تلقائي خليه غير مفعل رح تموت موتات جدا سخيفة بسبب هذا الشي داشا مفعل اقتحام الباب عنده جريه مفعل الالتزام باعادة التلقيم خليه جريه سريع فقط الدرع المجهز للقوة خليه غير مفعل عندك جهز جميع صفاءة حدروه خليه مفعل مساعدة التصويق طبعا مفعل عندك عناصر التحكم في المركبة خليه على اسهم وهنانا اخوان جاينا على الجرسكوب واللي يريد اخوان اعدالاتي طبعا هوا ناس قلولي حسام الريد حساستك بالجرسكوب فهاي اعدالات موت جرسكوب اول شي مساوله تفعيل ثاني شي المحاور العكسية سويها لا جرسكوب التصويب عبر المنظار خليه مفعل حركة جرسكوب خليها مفعل تغيير حساسية حسب المحاور خليه مفعل الحساسية العالمية الافقية راح اخليها اخليها على 2.01 واذا تقدر تخليها على 2 او اكثر راح يكون افضل عندك الحساسية العالمية العمودي راح اخليه على 2 وشوية عندك مضاعف حساسية التصويب طبعا اخوان اللي يريد يشوف اللعبي هذا المقطع حرفيا بلعبي بالكامل قبل ما اللعبة تنبع لان حاليا اللعبة مبعورة عندك مضاعف حساسية التصويب خليه على 80 عندك مضاعف حساسية التصويب عبر المنظار في التقريب انا مخليه على مفعل وعدكوا اخوان يعني ما عرف هو اذا اكفت شي يعني انا خيره او هاي بس اللي بحرفين بسوق امها فعليا يعني مشاكل فعندك مضاعف حساسية التصويب عبر المنظار في التقريب خليه مفعل تقريب منخفض خليه على 0.63 تقريب اكس 1 و اك اكس 2 و اكس 3 خليها عام ايضا عن 63 ما راح يضرك تقريب اكس 4 و اكس 5 خليه على 0.52 او 50 تقريب اكس 6 و اكس 7 خليه على 0.53 عندك تقريب اكس 8 خليه على 0.34 واخر شي اللي هو التقريب المرتفع ما لقى الناس انا مخليه على 0.25 يعني اقل شي اريد اخذ افضل 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 ايام كذلك اخوان اذا روح راح نزل مرة ثانية اللي جوه روح على اللي هو عكس النظر الامودي راح خليه غير مفعل عندك تضليل رفاق الفرقة في الباتر رويال مفعل تضليل الزميل مفعل تضليل العدو مفعل وتضليل العدو في الطور الجماعي ايضا مفعل عندكم اخوانا عندك الواجهة الروح على الواجهة الواجهة اولا عرض زر اليسار الايمن خليه دوما مفعل عندك ازراء اطلاق اثناء لاطلاق الآلي خليه غير مفعل عرض الذخيرة خليه على مدمج عرض الذخيرة فطورية من الجماعي ايضا مدمج عرض مؤشر الاصابة خليه مفعل عندكم حجم مؤشر الاصابة هذا حسب concerning لي افضلة كبير ليش لاناني الرؤية عندنا مضروبه بالاندرويد فنخليه على كبير شفافية مؤشر الإصابة نخليه على واحد يعني كامل قفل الجر السريع التلقائي نخليه على طافي تغيير طريقة الوقوف خليه مقسم وطبعا هذا رح يغير لك ورح يسوي لك الباربنة أو دولفن دايف بالورزون عندك عصا تحكم الثابت خليه مفعل عندك عكس الكاميرا الأفقي وعكس الكاميرا اللي هو خليه غير مفعل عندك تنبيه اللي مداد خليه مفعل تثبيت الغات القيم عندك نصاح تدريب في اللعبة فبكيفك بعد عندكم شباب الحساسية الحساسية طبعا أخوان اللي مايلعبون جيرسكوب لازم هاي تضبطها حسب سرعتك يعني إذا كنت سريع مثلا هاي لازم تزيدها عندك إذا وحدة التحكم عندك حساسية تصويب بالمنظر لازم تزيدها وتقللها حسب أنت لعبك فيب لازم أنت تضبط حساسية اليدين يعني مو حساسية تتجارسكوب الحساسية العادية على مو تتحصل أفضل أداء وبس شباب أتمنى أن هذا البقطع يكون عجبكم شباب هوايا ناس تظن أنه لعبها هي موغة هلقد لكن الحقيقة أنه الإعدالات اللي تجل اللعبة بها هي زبالة فتحتاجوا تنشارون هذا البقطع لكل واحد يظن أنه لعب زبالة وبس شباب أشوفكم على خير مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة